برحب بحضراتكم من جديد ونبدأ مع أكبار الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رجع خلاص أنه يواصل تدريباته النهاردة على ملعب التاتش استعدادا لمواجهة أمبي يوم الحد اللي جاي في الدوري على أستاذ القاهرة في الجولة طبعا المؤجلة من الأسبوع الخمستاشر بمسابقة الدوري فايلار كنعرفين أنه هو منح اللاعبين انبارح راحة سلبية من التدريبات في إطار طبعا الجدول الموضوع لللاعبين استعدادا لعودة الدوري طبعا نحن عارفين أن الأهلي مفروض يختتم تدريباته مساء ستب وفايلار هيعلن عن قائمة اللاعبين اللي هتتواجد في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبرى طبعا استعدادا لمواجهة أمبي ده يخلينا نروح لسؤالنا المستمر مع حضراتكم لغاية قبل مباراة أمبي إن شاء الله وكنت قلت لحضراتكم بارح أنه فيه اتفاق تقريبا غير معلن بين جمهور النادي الأهلي فيه استقرار على دنبارح على ست مراكز يخوض بيها الأهلي مواجهة أمبي شناوي حراسة مارمة علولو أو علي مع كابتن علي معلول وأيمن أشرف ومتولي وهاني وراء وفي النص السولية وديانج دول المراكز اللي اتحسمت كنت قلت حضراتكم أنه فيه حيرة شوية بين الأربعة اللي قدام وأعتقد أنه أجايح حسم توجده بشكل كبير جدا فيه منافسة بين الشيخ ووليد سليمان وفيه منافسة بين جيرالدو ومروان محسن على المركزين البقين وأفشى الحقيقة كابتن مكدي أفشى دخل في الصورة بشكل كبير الموضوع موجود والتصويت على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وحضراتكم ممكن تشاركوا لغاية إن شاء الله يوم السبت أو يوم الحد قبل مباراة الأهلي إن شاء الله نروح يا محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف أمبي لنهاية الموسم الحالي عن مباراة الفريقين قال إنه هو مش هيغيب عن مباراة الفريقين لأنه فيه بند في عقد عارة اللاعب لصفوف أمبي بيمنع مشاركة اللاعب لو الفريقين هيتقابلوا مع بعض محمد شريف مستني قرار طبعا الجهاز الفني الأهلي بعودته لصفوف الفريق نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عارته كمان كان مدرب أمبي أحمد قال إنه أحمد علي هيكون بديل محمد شريف حدد البديل أحمد علي عمل موسم كويس وفي المتشاطر والده كان ظهر بشكل كويس محمد شريف الحقيقة من المواهب الواعدة وهو من هدفين الدوري وعامل سيزن كويس جدا مع أمبي وده اللي خلى الأهلي يفكر في عودته من الأعارة مرة تانية والحقيقة يمكن عشان الأهلي دائما فريق بطولات دي رسالة للشباب الصغير رسالة للولاد اللي للأسف شديد يعني بعد ما بيقضوا في الأهلي سنين بيكتشف أنهما ملهمش مكان في الفريق الأول فالأهلي بيطلحهم أعارة أو حتى ممكن يكون في عقد بيع لفريق تاني ده مش نهاية المطاف بتبقى فرصة ليك أنك أنت تطور من أدائك وتطور من مستواك وأكيد الخامة كويسة مدوم تكون في يوم الأيام بتلبس تيشت نادي الأهلي شوفنا محمد شريف الحقيقة قدم سيزن كويس جدا وإن شاء الله راجع الأهلي ويتعلق ويضيف للفريق يكون إضافة للفريق عندنا ناس كتير جدا حقيقة عندنا ولد أنا بشوفه الحقيقة ممكن يكون مستقبل كرة في مصر أحمد حمدي اللي بيلعب في الجونة أحمد ياسر ريان حقيقة لتنين دول تحديدا فيه رهان كبير جدا أنا أعتقد أن أولاد دول لو ركزوا هيكونوا إضافة كبيرة جدا للأهلي ومنتخب مصر إن شاء الله بمناسبة المباراة بتاعت يوم الحد إن شاء الله الجهاز الطبي للأهلي قال أنه كابتن حمدي فتحي لعب الفريق جاهز للمشاركة في مباراة أمبي وأوضح أنه اللاعب تعافى تماما الحمد لله ألف حمد لله على السلام من فيروس كورونا اللي أصيب به من فترة وأصبح جاهز للمشاركة في المباراة بعد ما انتظم فيه تدريبات الفريق خلال الأيام الأخيرة دكتور خالد محمود قال أنه قرار مشاركة اللاعب في المباراة متعلق بقرار من الجهاز الفني طبعا بقيادة السويسري فييلر نروح بقى المسؤولين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اللي بيدرسوا وضع لائحة عقوبات على أي نادي هيخالف التعليمات الخاصة طبعا باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة اللي جاي مسؤول الجبلية بيدرسوا اعتماد العقوبات واختار الأندية بها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة يعني أن معظم التحذيرات الأخيرة كانت نقدر نقول تحذيرات شفوية وقرار الدراسة ده جايب أنه وضعت اللائحة غرامات أو عقوبات على الأندية بعد الإصابات الكثيرة اللي طبعا ضربت عدد من الفرق الدوري الممتاز بشكل مفاجئ وعلى رأسها نادي الإنتاج الحربي اللي تعرض لعدد 18 إصابة مرة واحدة وتم تأجيل مباراته أمام نادي مصر اللي كانت مفروض تتلعب يوم السبت اللي جاي علشان يستكمله المسابقة بشكل طبيعي يعني بصرف النظر على فكرة العقوبات وإحنا شفنا يمكن كنا نتكلم من يومين إصاراً أنه اتحاد الأوروبي قرر أنه يعمل عقوبة جديدة على أي لعيب يعني يقحف وشخ الخسم التاعه أو في وشخ الحكم وممكن توصل لفكرة إنذار أو طرد لكن حقيقة اللي يهمنا أكتر كمان قبل ما تتضح فكرة العقوبات هي الإجراءات الاحترازية أو الوقائية لقبل كل مباراة فكرة التأكيد على سلامة اللاعبين وطاقم التحكيم وإجراء المساحات بشكل دوري والإداليين اللي بيشاركوا فيه أو اللي دخلين معها بالمباراة ده في حد ذاته نقطة في غاية الأهمية وتضمن إن شاء الله عدم إصابة أي أحد بفيروس كورونا لأنه الحقيقة زي ما قلتي برضو يا سارة الأهم إنه نخلص بطولة الدوري 30 أكتوبر زي ما اللجنة الخماسية بتستهدف